موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشف الصحافة نبدأها بالعنوين نازحة من صرواح تتحدث لموقع إخباري أطفال لا يريدون البقاء في الخيمة ويسألون عن عودة أبيهم موسيقى صحيفة عربية تقول إن هناك مقترحا أمميا لإنشاء صندوق مستقل لصرف الرواتب وتحصيل الإيرادات شمالا وجنوبا موسيقى ومن الأخبار المتداولة محكمة مصرية تقضي باستجن عامين لثمانية من مشجعي كرة القدم موسيقى وفي البي بي سي الموبايل ينقذ رجل أعمال روسي من الموت موسيقى أهلا بكم ليست صرواح مجرد ساحة للمعارك بل هناك وجه آخر للمنطقة فقد كانت محلا لإقامة الكثيرين وقد تحدثت مواطنة لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني وقالت أطفالي لا يريدون البقاء في الخيمة يريدون العودة إلى منزلنا في صرواح ويسألون عن عودة أبيهم أم محمد هي إحدى نازحات الحرب تحدثت عن مأساة يعيشها الآلاف من النازحين ومتضرري الحرب التي شنتها ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية قبل أكثر من عامين على نطاق واسع في البلاد وعن مأساة المرأة يضيف الموقع استشهد زوجها وعائلها الوحيد في معارك التصدي للميليشيا الانقلابية بعد مدهمة صرواح تارك لها ثلاثة أطفال لتربيها الأقدار بعد ذلك في مسارة من الألم والمعاناة وعن مسببات النزوح الكبير من صرواح يقول الموقع إنه عقب نشوب الحرب لم تصمد المقاومة كثيرا أمام ترسانة عسكرية مخما قدمت بها الميليشيا إلى صرواح وغيرها من مناطق البلاد مارست بعدها أبشع الجرائم بحق المواطنين وهجرت عشرات الأسر قسرا من صرواح إلى مناطق شتى ومن موقع يمن منتر عنوان في صفحته الرئيسية تسع منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن عشرة صحفيين في الذكرى الثانية لاعتقالهم علق الموقع طالبت تسع منظمات حقوقية جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية لها بسرعة الإفراج الفوري عن عشرة صحفيين يمنيين معتقلين تعصفا دون تهمة أو محاكمة قالت المنظمات الحقوقية إنه بحلول الذكرى الثانية لاعتقال العشرة الصحفيين ينبغي على جماعة الحوثي والقوات الموالية لهم سرعة الإفراج عنهم وذكرت منظمة العفو الدولية نقلا عن أفراد عائلات الصحفيين أن العشرة جميعا محتجزون لأن الآن لدى جهاز الأمن السياسي في صنعاء عقب فرض قيود جديدة على زيارات الأهالي لأبنائهم طيلة شهر مايو أيار الماضي وكان مسلحون حوثيون قد اعتقلوا الصحفيين عبدالخالق عمران وهاشم طرموم وتوفيق المنصوري وحارث حميد وحسن عناب وأكرم الوليدي وهيثم الشهاب وهشام اليوسفي وعصام بالغيث في التاسع من يونيو 2015 أثناء عملهم بالعاصمة صنعاء صحفي أردني يكتب اليمن لا بواكية له وترك وحيدا يواجه أهوال الحرب قال محمود الخطاطب في مقاله المنشور في صحيفة الغد الأردنية حتى وباء الكوليرا لم يسلم منه اليمن وأبنائه الذين يرزحون تحت صراع دموي تجاوز الثمانية عشر شهرا ما يدل على أن هناك نذر شؤم ونواقص خطر بدأت تلوح بأفق هذا البلد العربي الشقيق ألا يوجد بأمة العروبة الذين تجاوز عددهم الثلاثمائة مليون شخص وأمة الإسلام الذين فاق عديدهم المليار ونصف المليار من رجل رشيد يوقف أو يعمل على مساعدة في إنهاء الصراع الدائر حاليا في اليمن أصل العرب وينقذ ما تبقى من أصول وجذور العرب العاربة والمستعربة والتي أصبحت على بشك الإبادة أليس هناك رجل عاقل يوقف مأساة؟ راح ضحيتها آلاف اليمنيين ومثلهم من الجرحى والمصابين جلهم مدنيون من أطفال ونساء وشيوخ نهيك عما يتعرض له اليمنيون من أمراض وأوبئة وأجوع وسوء تغذية قد تفتك بما تبقى منهم على قيد الحياة أو على الأقل تجعلهم يمتلكون أجساما غير سليمة جراء تلك الأمراض فحتى لو وضعت الحرب في اليمن أو زارها خلال الوقت الحالي ولا نظنها كذلك في ضوء المعطيات الموجودة على أرض الواقع وما يلوح بالأفق السياسي فكيف سيستطيع اليمنيون مواكبة تعليمهم ودراستهم؟ خصوصا إذا ما علمنا بأن الحرب قد دمرت تقريبا 876 جامعة ومدرسة ومعهد تعليميا كيف يستطيع اليمنيون العيش وأربعة عشر مليون منهم يحتاجون لمساعدات غذائية ويعانون من انعدام الأمن الغذائي وكيف يستطيعون العيش وقد دمرت الحرب وألحقت أضرارا بأربعمائة وثلاثة آلاف منزل كيف ستكون ملامح وصفات الجيل المقبل من أبناء اليمن؟ أحد يعلم كيف سيتم معالجة قضية نزوح ثلاثة ملايين يمني وإجبار مئتي ألف آخرين على اللجوء خارج بلدهم وإيجاد حلول لها فاليمن لا بواكي له وصلت المعاناة التي خلفتها حرب الميليشيا إلى حدائق الحيوانات حيث قال مصدر محلي في مدينة إب إن أسداً ولبوة تمكنا من الهروب من حديقة الحيوانات جنوبية المدينة إلى القرية المجاورة ليقتلا عقب خروجهما وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع الموقع بوس فإن الأسد واللبوة قتلا برصاص المواطنين بالقرية المجاورة للحديقة والتي تقع في منطقة المحمول جنوب إب والتي تعاني الإهمال مصادر أخرى قالت بأن الأسد واللبوة هربا نتيجة الإهمال الكبير الذي تعيشه حديقة الحيوانات والتي تعاني من الجوع وقلة التغذية وقلة العاملين بعد مصادرة الميليشيا لميزانية الحديقة لصالحها وتكررت عملية هروب الحيوانات من الحديقة مرات عدة وقتل عدد من أسود الحديقة بذات الطريقة في ظل عدم وجود محاسبة واهتمام من الجهات الرسمية للقائمين على إدارة حديقة الحيوانات الوحيدة بالمحافظة ميدانيا يعلق موقع المشاهد نت في أحد أخباره القادمة من معارك ريف تعز غنائم عسكرية للجيش في منطقة الصلو بتعز يقول الموقع سيطر الجيش على مواقع عسكرية هامة لجماعة الحوثي وقوات صالح في مديرية الصلو جنوب مدينة تعز وقالت مصادر إعلامية للمشاهد أن مواجهة عنيفة بين اللواء الخامس والثلاثين مدرع ومسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح بدأت منذ الساعات الأولى من صباح السبت وأضافت هذه المصادر أن المواجهات دارت في دقيل الشرف ومدرسة النجاح وتم حسب هذه المصادر السيطرة على بعض التباب التي كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي استثنائية لاستبدال العربي تحت هذا العنوان كتب حمزة المصطفى مقاله المنشور في العرب الجديد وقال فيه لم تستطع غدب الدراسات التنبؤ بثورات العربية غدات انطلاقتها عام 2011 وفقدت نتائجها السابقة أي قيمة تفسيرية مضافة في دراسة الواقع العربي ما دفع عبدالوهاب الأفندي لوص منهجها بحضور البصر وغياب البصيرة وذلك في مراجعته الشاملة للأدبيات الغربية عن التحول الديمقراطي على الضفة المقابلة نادرة هي الدراسات التي عانيت بتفكيك طبيعة الأنظمة العربية باعتبارها العامل الرئيس في إدامة الاستثناء العربي وبرأينا لا تزال دراسة إيفا بيلين الصادرة عام 2004 ماتانة السلطوية في الشرق الأوسط تأسيسية ليس في تفسير بقاء الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية وإنما في شرح أسباب تعثر ثورات العربية أيضا إذ اعتبرت بيلين أن نجاح ثورة ضد نظام ما لا يرتبط بالسخط الجماعي وإنما بقوة جهاز الدولة القمعي وتماسكه وفاعليته في صد المعارضين فللجهاز القمعي في الدول العربية خصوصية التي تميزه عن غيره في دول أخرى وتتجلى هذه الخصوصية في شبكاته القرابية القبيلة، الطائفة، العائلة، الجهة، المنطقة التي تستخدم لشراء الولاءات من جهة وتأمين ظهير شعبي يساعد الأنظمة التسلطية العربية في أزماتها المجتمعية وكذلك الحال بالنسبة إلى تمويله الكبير وتشابكاته الدولية بما يجعله متماهيا تماما مع النظام السياسي الذي يحتكر الدولة ويختصر المجتمع أضف إلى ذلك تنبه باحثون في السنوات الأخيرة إلى نقطة جوهرية تتعلق بخصوصية الاستبداد العربي التي تجعله استثناء مما سوى وتأتي هذه الخصوصية من طبيعة نشأة الدولة العربية وسياق تبلورها وخبرة الاستبداد الطويلة والنزعة السادية الوحشية للحكام وتجرؤهم المادي والمعنوي على فعل كل ما من شأنه ترسيخ بقائهم في السلطة في فقراتنا قصة وصورة نطالع ما جاء في موقع ارفع صوتك والذي نشر صورة لطفل يمني أمنيته أن تتوقف الحرب وقال الطفل مالك أنس عشر سنوات النازح مع أفراد أسرته في مخيم بمديرية هندان شمالية العاصمة صنعاء نزحنا إلى هنا بسبب الحرب قبل أكثر من عامين كنت أدرس في صعدة في الصف الثاني الأساسي ولكن نتيجة الحرب والنزوح توقفت عن الدراسة ويضيف مالك أريد حاليا من يقدم لنا مساعدات غذائية لكي يعفيني والداي من البحث عن علب البلاستيك والذهاب لبيعها بهدف توفير وجبة طعام لي ولأشقاء السبعة ومازال لدى الطفل حلم أتعبتني هذه المهمة اليومية أتمنى أن تتوقف الحرب لكي نعود إلى صعدة وأستكمل دراستي لأنني أحب المدرسة كثيرا وقبل قراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وسط الإشاعات التي تداولت هذه الأيام حول تعيين بديل عنه كمبعوث أممي إلى اليمن وحول نفيه ذلك تكتب صحيفة العرب الجديد بأن ولد الشيخ أحمد يحاول من جديد تحريك المياه الراكدة بالأزمة اليمنية من بوابة الرواتب والوضع الإنساني لكن الواقع اليمنية يبدو أكثر تعقيدا من إمكانية تحقيق اختراق مباشر في جدار الأزمة على الرغم من أن التطورات دفعت الحكومة الشرعية إلى موقف يجعلها أكثر قابلية على تقديم التنازلات وكان ولد الشيخ أحمد بدأ جولته الجديدة في المنطقة الأربعاء الماضي من العاصمة الأردنية عمان قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض التي عقد فيها لقاء مع الرئيس هالي وأفادت مصادر يمنية قريبة من الحكومة للعرب الجديد أن ولد الشيخ أحمد في جولته الجديدة يعرض رسميا مقترحة أممية تتعلق بأزمة الرواتب التي لم يتسلمها أغلب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف موظف وتشير التسريبات إلى أن المقترحة الأممية لأزمة الرواتب يتضمن إنشاء صندوق مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة يتولى تحصيل الإيرادات من أبرز المصادر شمالا وجنوبا ويشرف على تسليم الرواتب للموظفين صحيفة الاتحاد قالت بأن مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية صنعاء كشفت أن ميليشيا الحوث والمخلوع بصدد اتخاذ إجراءات للتضييق على تحويلات المغتربين اليمنيين التي ترد غالبيتها العظمى من السعودية وتساهم في إلقاذ الملايين من الفقر والمجاعة أفادت المصادر بأن الميليشيا أبلغتهم بوجود تعليمات وشرط عليهم تطبيقها فيما يخص التحويلات القادمة من السعودية معربين عن قلقهم الشديد من نوايا الانقلابيين والتي ستجهز على ما تبقى من رمق حياة ضئيل في الاقتصاد اليمني المنهار والذي تنعشه تحويلات اليمنيين في السعودية الميليشيا في الآوين الأخيرة قامت بنشر مسلحها لدى محال وشركات الصرافة الرئيسية في العاصمة صنعاء وتقوم باستجواب مستلمي الحوالات القادمة من السعودية كما حدث مع محمد الذي فوجئ بعد تسلمه حوالة مالية من أحد أقاربه في السعودية والتي باتت مصدر العيش الوحيد لعائلته منذ بدء الحرب يقول محمد بمجرد أن تسلمت الحوالة تحولت إلى متهم بين اثنين من مسلحي الحوثيين الذين استجوبوني لنصف ساعة وأخذوا بيانات شخصية الكاملة وكنت أرتعد من الخوف من هذه التصرفات التي لم أجد لها سببا تتابع الصحيفة حملة اعتقالات طالت بعض العاملين في محال وشركات الصرافة في صنعاء من قبل الميليشيات التي اتهمتهم بأنهم سلمون مرتبات لعملاء على الرغم من أنها تحويلات عادية من معتربين لأسرهم اقتصاديون محليون يخشون من أن أي إجراءات قد تقدم عليها الميليشيا تستهدف تحويلات المغتربين الواردة من السعودية والتي تعد السبب الوحيد للتماسك القائم عليه اقتصاد البلاد المنهار معركة عام 1967 تركت في الحلق غصة وأحدثت في النفس ندوبا غائرة لا تندمل بسهولة هكذا بدأ محمد عبد الحاكم دياب مقاله المنشور في القدس العربي تحت عنوان خمسون عاما بعد الهزيمة والوضع من أزمة إلى أخرى بالنسبة لي فقد اختلط فيها الخاص بالعام وقد وقعت الهزيمة أو النكسة وكنت من بين شباب يتطلع للعيش في وطن حر وأمة قوية مستقلة وما تختزنه الذاكرة هو ما بقي من حصيلة احتكاك بقوى ودوائر منها مقتربة وما تباعد ومعها تجارب شخصية لشباب من زمن ما زال يوصف بالزمن الجميل وكان متابعا للأحداث منذ أن كانت الميذا قبل حصوله على الاعدادية في سنة 1956 سنة العدوان الثلاثي رأيت بعض ملامح المشهد تتشكل أمامي قبل حزيران يونيو 1967 وبقدر ما كان مشهد الوحدة المصرية السورية جالبا للتفاؤل جاء الانفصال عام 1961 حاملا معه كل شرور الدنيا وكان رد الفعل عليه حراك واسع في مصر أنتج حوارا وطنيا واسعا انتهى بصدور ميثاق العمل الوطني ومع ذلك كان الانفصال اختبارا عمليا لهزيمة 1967 وكانت كل المعلومات الموثوقة والموثقة تؤكد أن العدوان واقع لا محالة في صباح يوم الاثنين المشؤوم وكنت ساعتها مجدودا لتجربة منظمة الشباب المتميزة بمعاهدها لتأهيل واعداد الشباب فكريا وسياسيا وميدانيا وعرفت باسم المعاهد الاشتراكية للشباب وهي المعاهد التي تحولت قبيل الحرب بأسابيع إلى معسكرات للتدريب العسكري وتأهيل الشباب على فن الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان وكان الإقبال على هذه المعسكرات كثيفا كان مفهوم الوطن أوسع وأكبر من المعنى الإنعزالي الذي استقر في أذهان جيل 1967 وما بعد حلت بنا هزيمة دون اشتباك في حرب فعلية وهنا استرجعوا ردا منصوبا للبطل أحمد عبد العزيز بعد حرب فلسطين عام 1948 كيف تهزمونا وكنتم سبعة جيوش عربية رد هزمنا لأننا سبعة جيوش عربية من بين الأخبار الأكثر مطالعة ما جاء في موقع الهف بوست عربي تحت عنوان الحبس عامين لثمانية من مشجعي أحد الأندية قال الهف بوست عربي إن محكمة مصرية قاضت بحبس ثمانية من رابطة مشجعي النادي الأهل المصري عامين مع الشغل إثر إدانتهم بالتظاهر دون تصريح ومقاومة السلطات وفق مصدر قضائي المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أوضح أن محكمة جنوح قصر النيل وسط القاهرة قضت بحبس ثمانية من مشجعي النادي الأهل غيابيا عامين مع الشغل ومراقبتهم مدة مماثلة إثر إدانتهم بالتظاهر دون تصريح ومقاومة السلطات قال محمد رشوان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات للصحفيين إن المتهمين لم يحضروا لعدم إبلاغهم بموعد الجلسة مؤكدا أنه سيطعن في الحكم لإلغائه ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نقرأ عنوان الموبايل ينقذ رجل أعمال روسي من الموت وبحسب صحيفة الديل ميل البريطانية فإن عصابة روسية دفنت رجل أعمال وهو على قيد الحياة في محاولة لإجباره على تسديد ديون مستحقة عليه بعد أن خطفته في موسكو واختدته إلى مقبرة حيث ألقي فيها داخل القبر العصابة أهلت التراب على سلايف بشكل شبه كامل وتركته في القبر لمدة أربع ساعات لكن الهاتف المحمول الذي كان بحوزته أنقذه من الموت اختناقا حيث تمكن من الاتصال بشقيقه الذي سارع إلى تسديد بعض الضيون البالغ قيمتها نصف مليون دولار ليتم نقل رجل الأعمال الروسي إلى المستشفى حيث أصيب بكسور أثناء جره وإلقائه في القبر هل تساعد الكتابة عن الآلام والمشاعر المكمونة في النفوس في تقوية الجهاز المناعي؟ تساؤل لشبكة البي بي سي والتي حاولت الإجابة عليه فقالت في عام 1986 توصل جيمس بين بيكر الأستاذ في علم النفس إلى اكتشاف مدهش حتى جيلا من الباحثين من بعده على إجراء مئات الدراسات اطلب بين بيكر من الطلاب أن يكتبوا لمدة 15 دقيقة عن أكبر صدمة تعرضوا لها في حياتهم ونصح الطلاب أن يطلقوا العنان للأفكار الدفينة ويعبروا عنها على الورق حتى ولو لم يكونوا قد باحوا بهذه الأفكار لأحد من قبل وكرروا هذه الطريقة من الكتابة على مدار أربعة أيام وبالطبع لم يكن هذا الأمر هينا قال فيم بيكر أن طالبا واحدا تقريبا من بين العشرين طالبا كان يجهش بالبكاء لكنهم عندما كانوا يخيرون بين مواصلة الكتابة أو التوقف كانوا دائما يختارون مواصلة الكتابة وفي الوقت نفسه أنضت مجموعة أخرى من الطلاب لغرض المقارنة بهذه المجموعة نفس العدد من الجلسات في كتابة وصف لشيء معتاد مثل شجرة أو مكان النوم انتظر فيم بيكر ستة أشهر وهو يراقب عدد زيارات الطلاب الذين خضعوا للدراسة للمركز الطبي واكتشف بأن الطلاب الذين أفصحوا عن مكنون مشاعرهم عن طريق الكتابة انخفض عدد زياراتهم إلى الأطباء في الأشهر اللاحقة بشكل لافت للنظر ومن ذلك الحين تحاول بعض الدراسات في علم المناعة العصبية والنفسية سبر أغوار العلاقة بين ما يعرف الآن بالكتابة التعبيرية وبين كفاءة النظام المناعي أطرى ترامب سياسته لمكافحة الإرهاب بمصطلحات دعونا نبرم صفقة سوف تبيع واشنطن أسطحة للعرب ما سيخلق وضائف في صراعة الدفاع في الولايات المتحدة هذا مقتطف من مقال كتبته مؤلفة كتاب صخرة أو قصبة غضب وثورة في عموم العالم الإسلامي روبي الرايد في مجلة نيويوركر مضيفة في كلمته انحرف الرئيس عن الثيمة الرئيسية ليعلن أن إدارته خلقت تقريبا مليون وظيفة جديدة مضيفا أن تعهد المملكة باستثمار مليارات أخرى في الولايات المتحدة سوف يخلق آلافا أخرى من الوظائف الجديدة عندما كان مرشحا اشتكى ترامب مرارا من أن الولايات المتحدة لم تحصل إلا على النزر اليسير من علاقتها مع المملكة السعودية وكان ترامب قد غرد في العام 2014 على وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر قائلا قولوا للعربية السعودية والآخرين إننا نريد نفطا بالمجان للسنوات العشر التالية أو إننا لن نحمي طائراتهم الخاصة البوينغ 747 ادفعوا وفي ذلك العام غرد أيضا أريد أن أعرف فقط كم ترغب السعودية والآخرون الذين نساعدهم دفعه نظير إنقذنا لهم من الفناء ادفعوا الآن وفي العام 2015 غرد أن السعودية يجب أن تدفع كثيرا لا ركوب بالمجان مع ذلك تبجح في الرياض بالأسعار المنخفضة التي تعرضها إدارته على السعوديين وقال سوف نتأكد من مساعدة أصدقائنا السعوديين في الحصول على صفقة جيدة من شركاتنا الدفاعية الأمريكية العظيمة ويقال إن صهره جاريت كوشنر تدخل شخصيا مع شركة لوكهيد للتفاوض على صفقة أفضل للسعوديين وفي واحدة من تعليقاته الأكثر إثارة للدهشة أعرب الرئيس عن تفاؤله حيال مستقبل الشرق الأوسط على الرغم من الحروب في ليبيا واليمن والعراق وسوريا والتي أفضت إلى مقتل مئات الآلاف من الناس وإلى تفجر أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات لجوء منذ الحرب العالمية الثانية وعودة الحكم الاستبدادي وهي كوارث حطمة الآمال التي صنعها الربيع العربي وقال ترامب للقادة المسلمين الذين تجمعوا في الرياض لم تكن فرصة هذه المنطقة أكبر مما هي عليه الآن وربما كان الوهج الصاطع الصادر عن ثريات الكريستال في الرياض هو ما أعمى بصيرته جولتنا المصورة لهذه الحلقة ستكون من ليل مدن حضر موت ذات الطراز المختلف في البناء والمعمار والذي أثر وتأثر بمدن أخرى حول العالم لكنه تفرد بعدد من الأسرار ففي النهار يظهر جمال هذه المدن وفي الليل يمنح وجهها بريقا مختلفا هذا ما قالته عدسة ابن المدينة على عسكول متابع بعضا من هذه الصور المنشورة في موقع قناة بلقيس ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم الكشك الصحافة نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر